برج الجدي غدا الثامن من نوفمبر 2023 معلومات أو أسرار جديدة قد تنكشف اليوم عزيزي برج الجدي مما يمنحك رؤية جديدة لأمر يتعلق بصداقة أو صفقة تجارية أو خطط طويلة المدى أنت أكثر وعيا وانتباها ووعيا بما يحدث من حولك اليوم ربما لأنك تشعر أن الآخرين يأخذونك على محمل الجد بشكل خاص أنت أيضا سريع التركيز على ردود أفعال الآخرين تجاه ما تتواصل معه يلاحظك الآخرون والديك الكثير من التأثير الشخصية مع جانب عطار دوبلوت اليوم يمكن أن تؤدي تفاعلات مع فريق أو زميل أو أحد المعارف إلى أفكار قيمة وبارزة ربما تقوم بتعزيز علاقتك مع شخص ما من خلال المحادثة جميع علامات زودية كيدخل لكوكب الزهرة برجه الخاص برج الميزان حيث يقدم أداء جيد للغاية ويستمر العبور حتى الرابع من ديسمبر خلال هذه الدورة نحن لا نحب المنافسة المباشرة أو السعي العدواني ونفضل المواقف المربحة للجانبين عادة ما نكون على استعداد تاما للتفاوض وتساوية ويمكننا أن نكون ملتزمين للغاية مع الآخرين نحن أيضا مثاليون فيما يتعلق بالحب ونبحث عن أقران مثقفين نحن نفضل أن يتم القيام بالأشياء بطريقة معينة والسلوك العدواني أو غير اللفظ ينفرنا يتضمن تعبير ظل لهذا الموقف الأفراطي في الاعتماد والسطحية لتجنب المواقف غير الصارة يمكننا التساتر على القضايا الأعمق في علاقاتنا ربما يكون من الأفضل تجنب الفخل لذعنا للشركاء بينما نشعر بالأسياء سيرا من الحقيقة أو نفكر في أنفسنا شهداء للقيام بذلك أثناء وجود كوكب الزهرة في برج الميزان فإننا نميل أكثر فنيا أو نسعى لتحقيق التوازن في بيئتنا الشخصية هذه الدورة ممتازة لتعزيز التعاون والوئامة والعلاقة ذات المنفعة المتبادلة والعدالة من المراجح أن نزدهر في الشراكة من خلال الارتباطات الفردية مثل الاستشارة أو في المجالات المتعلقة بالانسجام والعلاقة والجمالة والتصميم والقانون نحن نجد بالأشياء إلينا وننشد الآخرين من خلال اللطف لطف ومع ذلك فإن تخمسية المربعة بين الزهرة وزحل اليوم أمر غريب يمكن أن نشعر مؤقتا بالتمزق بين الرغبات أو المواقف أو وجهات النظر المختلفة أو يمكن أن تكون المعضلة بين المتعة والمسؤولية وربما لا يستطع تقدير أي منهما أو التعامل معه بشكل كامل يعمل سيوكيستيل عطارد على بلوته على تحسين قدرتنا على رؤية المزيد من طبقات الموقف قد نكتشف المزيد من المعلومات التي تمنحنا ميزة أو نرى أخيرا حقيقة الأمر الذي تدنبناه إنه وقت قوي للنظر بشكل أعمق في موضوع ما نحن نستفيد من التحلي بصبر ولا استراتيجية في عملية صنع القرار لدينا ونحن على استعداد للنظر إلى ما هو أبعد من سطح الأشياء المحادثات استقصائية واستقصائية وذات مغزا وقد نتوصل إلى فهم نفسي أفضل أهلحياتنا إنه الوقت المناسب للتخلي عن شيء جعلنا موقدين أو عالقين في موقف صعب ترجمة نانسي قنقر